بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا في جليس كده يخلي الواحد يحس بالوسع وفي جليس يخلي صدرك ضيقا حرجا الجليس اللي هنتكلم عنه النهاردة جليس من أوسع الجلساء اللي ممكن يحسسوك بالوسع جليس رائع بس أول ما نيجي نتكلم عنه تلاقي الناس اتخذت وبقت عندها حساسية مع أن الجليس ده لوحده كده دخل حد من الجنة يعني الجليس ده دخل ناس الجنة معقولة الجليس ده بذاته كده لوحده كده دخل ناس الجنة أيوة الجليس اللي جيه في بالك ده اللي هو ايه المسامحة أكثر الكلاساء اللي ممكن يفتحوا لك باب راحة البال ويخليك تعيش بصفاء هو جليس دايما بيشف الصدور ويجعل قلوبنا مليئة بالنور وهو المسامحة آه والله تلقى الإنسان دايما اللي بيسامح ده ماله خفيف حموله مشتئيلة وقلبه دايما مصان من نار السواده وهي في نار السودة ينهر بيض شوف يا عيسيدي عد النار السودة اللي أنا أقولك عليها نار الغيل نار الانتقام نار الحقد نار الإحساس بالمظلومية كل دي نيران سودة والعزب الله لكن أقرب طريق لسلامة القلب هو المسامحة عارف ده باب واسع أو لإيه باب واسع يودك لإيه إلا من أتى الله بقلب سليم باب واسع لسلامة القلب فكذين الصحابي اللي جاء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما هو داخل كده قال سيدخل عليكم رجو من أهل الجنة ثاني يوم سيدخل عليكم رجو من أهل الجنة ثالث يوم سيدخل عليكم رجو من أهل الجنة فسيدنا عبد الله بن عام قال والله لازم أعرف الرجل ده استحق ده بإيه فبقى بقيت عنده تلات يم لا يما بيعملش كتير عمل يعني الرجل ده مش بيقوم الليل كله مش متصدق بكل ماله فرح سأل الرجل قال له يا سيدي رسول الله قال فيك كيت وكيت 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 قل لي أنت بتعمل إيه قال له الله لا أصنعه كثير ليس دي كثير عمل إلا أنني أنام وليس في قلبي شيء لأحد يا سلام ولذلك إيه اللي حصل هتلاقي الشخص ده بالضبط كده عامل زي أهل الجنة طب أهل الجنة فيهم صفة بتقول إيه ونزعنا ما في صدورهم من غيل إخوانا على سر المتقابلين وعشان كده عايز تسترد إنسانيتك عود نفسك على المسامح فالناس اللي هم المتسمحين دول هم والله الاحتياط الإنساني في حياتنا الناس اللي هم المتسمحين دولا الاحتياط الإنساني في حياتنا لما يجي الواحد هيحرقه الغل ويحرقه الحقد ويضيق يروح للناس المتسمحين دول ليه؟ عاملين بالضبط زي البرد كده زي مطر زي المطر لما ينزل على الأرض وهي في قمة النار فيطفيها عارف المسامحة دي قطعة من قوله تعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتيا خيرا كثيرا يبقى دا المعنى اللي بيحسسنا بالوسع فنتجاوز ونتغاضى ونحس إن احنا مرتحين البال الشخص المتسمح دا على قدم أنور مخلوق خلقه الله ماشي على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ لإن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا المشركين إيه اللي حاصل؟ لما أزوه عمل يا حضرة النبي ما استناش إنهم يعتذرونه حضرة النبي مباشرة قال اللهم أهدي قومي فإنهم لا يعلمون فحضرة النبي اللي هم أزوه ولسه في المعركة كان بيدعوهم ولسه في المعركة فحضرة النبي فعل ثلاث حاجات دعا لهم اللهم أهدي قومي وبعدين نسابهم لنفسهم ثالث حاجة إيه؟ واعتذر لهم فإنهم لا يعلمون ودائما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصينا ويعلمنا يقول لنا إيه؟ خيرهم والذي يبدأوا بالسلام لما إلي حاصل يطلاق المسلمين وهم كل واحد فيهم زعلام التاني فيعرض وهذا بوجهه ويعرض وهذا بوجهه مين بقى الأحسن يا رسول الله؟ قال خيرهم والذي يبدأوا بالسلام يا سلام والله سبحانه وتعالى يقول لنا وإن تعفوا أقرب للتقوى يبقى الله سبحانه وتعالى بيقول لنا إيه؟ لما الواحد اللي يعفوا ده الأقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير يا سلام يبقى إيه اللي حاصل؟ أنت بتحبش إن ربنا يعفو عنك ويسمحك ما هو المسمحة دي بتجلب إيه؟ بتجلب مسامحة هالجزاء والإحسان إيه إلا الإحسان؟ وعشان كده من معاني المهمة للمسمحة معنى بيغيب على كتير من الناس هو تقبل الإنسان تقبل الشخص تقبل إنه هو بشر لكن مش معنى التقبل إن أنا أشوف الأخطاء واعتبرها مش موجودة لا خارج لأن أنا أشوف الأخطاء وأعرف إن أنا متعامل مع إنسان وما يبقاش معنى المسمحة إن أنا أستعمل نفسي زي ما بيقوله لكن معنى التقبل للإنسان إن أنا أفصل ما بين الخطأ وما بين المخطئ ده جزء من المسمحة فلما أفصل ما بين الخطأ والمخطئ أقول آه إن الخطأ موجود بس أنا أقيم الموقف بشكل صحيح وده جزء من التسامح على فكرة إن أنا أفصل الخطأ عن الإنسان أنا مش أقبل الخطأ لكن الإنسان في ذاته لو إنه أصلح وأحسن أهلا وسهلا بيه ولذلك التسامح المتزن ما فيوش تفريط يعني ما فيوش تفريط يعني ما فيوش تقبل للإنسان مع المهانة والإنسان يكون مسامح لدرجة إنه هو يستهلك آه واحد يقول لي الله يبارك لك إحنا كنا عندنا بنحس إن المسامحة دي فيها إن الواحد يزل نفسه ويعمل نفسه للناس مدأس ويسيب الناس تهينه لا 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 ما حدش قال كده لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للمرء أن يذل نفسه قال وكيف يذل المرء نفسه قال أنا يتحمل من البلاء ما لا يطيق وإنما اللي إحنا بنقوله نوع من أنواع ماذا نوع من أنواع المسامحة ويمنع أذى عن الناس ويكون متزن من أمثلة التسمح المتزن بقى ما قاله زيد وهو أحد أحبار اليهود فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة آتيه يعني إيه اللي حاصل أجل مال لرسول الله صلى الله ليه مال عند رسول الله فأجله بس جيه قبل المعاد فشوف سوء الأدب بقى فأخذ بمجامع قميص رسول الله عمل كده بمجامع قميصه ورداء ونظرت إليه بوجه غليظ بيقوله أنه هو بيحكي وعمل مع رسول الله جاله قبل المعاد وأخذ بمجامع سياب رسول الله وبصله بسواب غليظ يبدو أنه كان عامل إيه كان مرتبه من الأول وقال لرسول الله ألا تقضيني يا محمد حقي فوالله ما علمتكم بني عبد المطالب لمطلن ينهى ربيت على سوء الأدب والأخلاق ولقد كان لي بمخالطتكم علم ونظرت إلى عمر عينه على سيدنا عمر سيدنا عمر ده اللي بيغير على حدث النبي وعينه على سيدنا عمر عا يعمل إيه وإذا عينه تدوران في وجهه كالفلك المستدير يعمل إلا حاصل بس منتظر إشارة من حدث النبي ويقطع ثم رماني ببصله أنا بصله بصله إيه يعني عشان يردعه فقال يا عدو الله أتقول للرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتصنع به ما أرى يعني عايز بيقوله أنت ما حدش ما لعينك فالذي بعثه بالحق لو لما أحاذر إلا حاصل لو لما أحاذر فوته لدربته بسيف رأسك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه ينظر إلى سيدنا عمر في سكون وتؤدى بيهدوا ثم قال يا عمر أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا إيه يا رسول اللي كنا محتاجين إيه بها أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب معقولة بعد كل العمله ده يا رسول الله وبعدين شوفها يقول لي سيدنا عمر إيه اذهب به يا عمر وأعطيه حقه وزد عشرين صاعا من تمر مكان ما روعته وفي رواية فزعته إيه ده إيه المسامحة والجمال ده إيه الروعة دي ولزيك إحنا عندنا مجموعة من قواعد في التسامح ليس معنى التسامح إنك لا تقدر الموقف ولا تقيمه تاني حاجة عشان تتسامح لازم تفرق بين الفعل والفاعل فأنا متقبلك متقبلك أنت لكن مش بتقبل اللي أنت عملته وبعض الأحيين التسامح معناه أني إيدي في إيدك إيه اللي حاصل؟ إيدي في إيدك نوقف الفعل ده السيء ومش معنى أني أخدت موقف أني لا أتقبلك فأنا لا أتسامح معك لكي تبقى كما أنت ولكن أتسامح معك لكي تكون أفضل مما أنت عليه الآن ولذلك مش هقدر إن أنا أتسامح وإنت حاطت ما تحاولش تسمي إن أنت نفسك متسامح وإنت حاطت كرمتك بينك وبين الناس حاطت كرمتك بينك وبين الناس في النص يعني ما تحطش مواقف وتاخد كل الكلام على كرمتك لأن في أوقات كتيرة ده ملوش علاقة بالتسامح وهي في الحقيقة المواقف دي ما تستحقش إنك تستدعي فيها كرمتك لأن أنا ممكن أكون شخص حساس ومحتاج أتغير فالشخص الحساس بيحط كرمته في كل حاجة في كل صغيرة وكبيرة ففي اللافتة ففي اللافتة والكلمة والحركة كلها إيه اللي حاصل كلها واقف أنت مسترس على السين أي ده تب يبصلي تب ينظرلي تبين وما أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قالوا له يا رسول الله بيشتموك قال إنهم يدعون مزمما ولست بمزمم إنما أنا محمد يا الله على رسول الله أنا مش واخد بالي من الإساءة اللي هما أساوها دي ولقد ولقد أمروا على السفيه يسبني فأمروا ثم أقولوا لا يعنيني رابع حاجة لازم من أسس لتساعدك على مسامحة ما ينفعش تعمل عداد للتسامح عداد للتسامح فتعد الغلط على الناس يعني ما ينفعش إنك تقف للناس سمحتك مرة ثلاثة دا مش تسامح وليس ومش من معنى التسامح بأي شك من أشكال إن أنت ما تخليش فيه خطوط حمرة لازم يبقى فيه خطوط حمرة في التعامل مع الناس وإلا دا ما تبقاش تسامح دا يبقى أنواع من أنواع البلادة ولزيك الإمام الشفعي يقول من استغضب فلم يغضب فهو بليد ما بلاش البلادة دي ولكن لازم يبقى التسامح ليه علاقة بالإصلاح عشان كده إحنا عندنا هرم للتسامح بيبدأ بالتغاضي لما يحصل حاجة كده كأنك مش تفتحش ثم العتاب لما يحصل حاجة قوية أوي تروح تعمليه تعاتل ثم تاخد موقف فإذا أخذت موقف يبقى أخذ الموقف يكون في الخطوط الحمرة في الأعراض في الفساد فالفساد ما فيهش تسامح يعني لما يكون فيه حد فاسد أنت مش هتسامح مش بالحق فالخطوط الحمرة أكترى من زيك رسول الله سلم كان إلا حاصل لا يغضب لنفسي حتى إذا انتهكت حظمات الله لم يستطع أن يقوم في ويه أحد يبقى إيه الخطوط الحمرة مش هينفع فيها فأنا ممكن أتغاضى عن حقي إلا حاصل كمان وممكن أعاتب لكن أكيد في الخطوط الحمرة مش عامل كده من الخطوط الحمرة مثلا إن أحد الزوجين يتعطى مخدرات ده مش محل تسامح على فكرة أو أحد الطرفين يكون ليه علاقات متعددة علاقات نسائية متعددة أو زوجها ليه علاقات ده مش محل تسامح ده يعني إيه مش محل تسامح يعني ده محل أخذ موقف نوقف ونتناقش ونحاول نصلح ده ولازم ده يتغير يعني إيه لو واحدة زوجها مد من مخدرات لا لا ده مش محل تسامح على تغاضى أنا على تغاضى ما قال تغاضى ده طوالي بيخليها يستمر في دمان المخدرات إذن فمش كل حاجة نوقف صدى ومش كل حاجة نعاتب عليها ومش كل حاجة نتغاضى عنها لازم نتدرب على فن التسامح فالتسامح فن فلازم نفهم ده التسامح مش بس فن التسامح كمعان عبادة عبادة من أفضل العبادات من أفضل العبادات إنك تسامح الناس لأن الله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس إيه ده؟ والله إيه؟ يحب المحسنين يبعيزا عايز ربنا يحبك وعايز ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك رزقك وعايز يكتب لك الجنة الخلط اعمل يا سيدي خليك متسامح إذن لازم تكون متسامح أقول لك حاجة لازم أقولها لك التسامح يا سيدي مش منا التسامح مش اختيار التسامح أمر من الله سبحانه وتعالى فعشان كده إلا حصل إنت مأمور بإنك أنت تسامح وسارع إلى مغفرة من ربكم لازم إذا كنت إنت مأمور بإنك أنت تسارع إلى مغفرة الله فسارع ليعفو وليسفح إذا أنت لازم تعرف أن أنت مأمور بالمسامح طب نعمل إيه بقى إيه الإجراءات اللي إحنا ممكن نعملها عشان تساعدنا أن نسامح أول حاجة من أهم الأشياء اللي بتساعدك على التسامح وساعة الصدر إيه هو إنك أنت تتوقف عن تتبع أخبار الناس عشان ما يبقاش الناس عندك ده وحش وده سيء وده خلقه زميمة وده والعزب الله شخص غير محترم توقف عنده وإزايك أنا بفهم بعد إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نتحسس ألا نتجسس إيه اللي حاصل بعد كده وكونوا عباد الله يا إخوانا يبقى إيزا تحسس وتجسس بيخلينا نفقد علاقتنا ببعض وتسوق علاقتنا ببعض تاني حاجة لازم تتأمل كل يوم في نعم الله في حياتك عشان تحس إن أنت ممتلئ وما تحسس إن أنت عايز تأخذ موقف من حد عشان تحس إن أنت موجود أو تضغط على حد لا خالص مش لازم خالص تعمل كده تاني حاجة إيه جعل الله سبحانه وتعالى كل يوم في الصباح والمساء قول اللهم يا طيب اجعلني في الطيبين وطيب خاطري في كل وقت وحين اللهم يا طيب اجعلني في الطيبين وطيب خاطري في كل وقت وحين الحاجة الأخيرة اللي أنا عايزك تختم بيها طول الوقت عشان أنت تقدر تكون من أهل المسامحة إيه اللي حاصل دايماً انظر في العاقبة في الآخرة لو أنك سمحت ما الذي سيحدث الله يحب المحسنين طيب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيحبك لأنك أحسن ماذا سيفعل الله معك سيجعلك من ورثة جنة النعيم إذا كنت عايز تبقى من أهل الجنة خليك من أهل المسامحة إذا كنت عايز تدخل في جنة عرضها السماوات والأرض إيه اللي حاصل خليك من أهل المسامحة واكظم الغيظ واعفو عن الناس الله سبحانه وتعالى سيكتبك في المحسنين يا رب سعدنا كثير من الناس يقولوا احنا عايزين نسامح بس احنا مش قادرين لو عملت زي ما احنا قلنا كده المسامحة تكون أقرب إليك من نفسك